اول لما بفتح البرنامج بيطلع لي الويندو دي من هنا اقدر اجيب اي صورة موجودة على الموبايل هيفتح الصورة اللي هنختارها وهنلاقي في النص دايرة حامرة صغيرة هنحرك الصورة بحيث ان الدايرة الحامرة دي تبقى على اللون اللي عايزين نعرف درجته او الكود بتاعه ولما نستقر ندوس دان هيرجعني تاني للويندو الاولانية بس هيكون فتح اللون اللي احنا مختارينه بالفعل بمساحة اكبر هنا هيديني الكود بتاع اللون وتحت هنلاقي الار والجي والبي اللي هي الريد والجرين والبلو نقدر نتحكم فيهم او نغير القيم بتاعتهم من هنا ومن فوق هنا في قيمة فيها HSV و HSL HSV اختصار لهيو Saturation و Value HSL اختصار لهيو Saturation و Lightness لو اخترنا ال HSV هيديني الهيو الوحده وال Saturation الوحده وال Value الوحده وهيقسم هملي تحت واقدر اتحكم في كل حاجة فيهم لوحده ولما اتحكم فيها هيغير اللون وهيديني الكود الجديد تاني فوق ولو اخترت ال HSL هيديني برضو الهيو الوحده وال Saturation الوحده وال Lightness الوحده وبردو اقدر اتحكم في كل حاجة فيهم على حدة والبرنامج هيغير لي اللون وهيديني الكود الجديد برضو كل اللي فات ده كان من خلال ان انا دخل صورة من على الموبايل فيه option تاني في البرنامج ده ان انا اطبق كل اللي احنا اخدناه ده على صورة متاخدة بكاميره الموبايل اشتركوا في القناة